المزمور السادس والخمسون لإمام المغنين على الحمامة البكماء بين الغرباء مذهبة لداود عندما أخذه الفلسطينيون في جد ارحمني يا الله لأن الإنسان يتهممني واليوم كله محاربا يضايقني تهممني أعداء اليوم كله لأن كثيرين يقاومونني بكبرياء في يوم خوفي أنا عليك أتكل الله أفتخر بكلامه على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعوه بي البشر اليوم كله يحرفون كلامي علي كل أفكارهم بالشر يجتمعون يختفون يلاحظون خطواتي عندما ترصدوا نفسي على اسمهم جازهم بغضب أخضع الشعوب يا الله تيهاني راقبت اجعل أنت دموعي في زقك أما هي في سفرك حينئذ ترتد أعداء إلى الوراء في يوم أدعوك فيه هذا قد علمته لأن الله لي الله أفتخر بكلامه الرب أفتخر بكلامه على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعه بي الإنسان اللهم علي نذورك أوفي ذبائح شكر لك لأنك نجيت نفسي من الموت نعم ورجلي من الزلق لكي أسير قدام الله في نور الأحياء المزمور السابع والخمسون لإمام المغنين على لا تهلك مذهبة لداود عندما هرب من قدام شاول في المغارة ارحمني يا الله ارحمني لأنه بك احتمت نفسي وبذل جناحيك احتمي إلى أن تعبر المصائب أصرخوا إلى الله العلي إلى الله المحامي عني يرسل من السماء ويخلصني عير الذي يتهممني يرسل الله رحمته وحقه نفسي بين الأشبال التجع بين المتقدين بني آدم أسنانهم أسنة وسهام ولسانهم سيف ماض ارتفعي اللهم على السموات ليرتفع لكل الأرض مجدك هيأوا شبكة لخطواتي انحنت نفسي حفروا قدامي حفرة سقطوا في وسطها ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي أغني وأرنم استيقظ يا مجدي استيقظ يا رباب ويا عود أنا أستيقظ سحرا أحمدك بين الشعوب يا رب أرنم لك بين الأمم لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك ارتفعي اللهم على السماوات ليرتفع على كل الأرض مجدك المزمور السامن والخمسون لإمام المغنين على لا تهلك لداود مذهبة أحقا بالحق الأخرس تتكلمون بالمستقيمات تقدون يا بني آدم بل بالقلب تعملون شرورا في الأرض ظلم أيديكم تزنون زاغ الأشرار من الرحم ضلوا من البطن متكلمين كذبا لهم حمة مثل حمة الحية مثل السل الأصم يسد أذنه الذي لا يستمع إلى صوت الحوات الراقين رقى حكيما اللهم كسر أسنانهم في أفواههم شم أدراس الأشبال يا رب ليذوبك الماء ليذهب إذا فوق سهامه فلتنبو كما يذوب الحلزون ماشيا مثل سقط المرأة لا يعاين الشمس قبل أن تشعر قدوركم بالشوك نيئا أو محروقا يجرفهم يفرح الصديق إذا رأى النقمة يغسل خطواته بدم الشرير ويقول الإنسان إن للصديق سمرا إنه يوجد إله قاب في الأرض المزمور التاسع والخمسون لإمام المغنين على لا تهلك مذهبة لداود لما أرسل شاول وراقبوا البيت ليقتلوه أنقذني من أعدائي يا إلهي من مقاومي يحمني نجني من فاعلي الإسمي ومن رجال الدماء خلصني لأنهم يكمنون لنفسي الأقوياء يجتمعون علي لا لإسمي ولا لخطيتي يا رب بلا إسم مني يجرون ويعدون أنفسهم استيقظ إلى لقاء وانظر وأنت يا رب إله الجنود إله إسرائيل انتبه لتطالب كل الأمم كل غادر أسيم لا ترحم يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة هوذا يبقون بأفواههم سيوف في شفاههم لأنهم يقولون من سامع أما أنت يا رب فتضحك بهم تستهزئ بجميع الأمم من قوته إليك ألتجئ لأن الله ملجأي إلهي رحمته تتقدمني الله يريني بأعدائي لا تقتلهم لألا ينسى شعبي تيههم بقوتك وأهبطهم يا رب ترسنا خطية أفواههم هي كلام شفاههم وليؤخذوا بكبريائهم ومن اللعنة ومن الكذب الذي يحدثون به أفني بحنق أفني ولا يكونوا وليعلموا أن الله متسلط في يعقوب إلى أقاص الأرض ويعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة هم يتيهون للأكل إن لم يشبعوا ويبيتوا أما أنا فأغن بقوتك وأرنم بالغداة برحمتك لأنك كنت ملجأا لي ومناصا في يوم ضيقي يا قوتي لك أرنم لأن الله ملجأي إله رحمتي المزمور الستون لإمام المغنين على السوسن شهادة مذهبة لداوود للتعليم عند محاربته آرام النهرين وآرام صوبة فرجع يؤاب وضرب من أدوم في وادي الملح سني عشر ألفا يا الله رفضتنا اقتحمتنا سخط أرجعنا زلزلت الأرض فصمتها جبور كسرها لأنها متزعزعة أريت شعبك عسرا سقيتنا خمر الترنح أعطيت خائفيك راية ترفع لأجل الحق لكي ينجو أحباؤك خلص بيمينك واستجب لي الله قد تكلم بقدسه أبتهجوا أقسموا شكيم وأقيسوا وادي سكوت لي جلعاد ولي منسا وإفرايم خوذة رأسي يهوذا سولجاني مؤاب مرحدتي على أدوم أطرحوا نعلي يا فلسطين اهتفي علي من يقودني إلى المدينة المحصنة من يهديني إلى أدوم أليس أنت يا الله الذي رفضتنا ولا تخرج يا الله مع جيوشنا أعطنا عونا في الضيق فباطل هو خلاص الإنسان بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا أمثال سليمان الفصل الثاني عشر من يحب التأديب يحب المعرفة ومن يبغد التوبيخ فهو بليد الصالح ينال رضا من قبل الرب أما رجل المكايد فيحكم عليه لا يثبت الإنسان بالشر أما أصل الصديقين فلا يتزعزع المرأة الفاضلة تاج لرجلها أما جالبة الخزي فكنخر في عظامه أفكار الصديقين عدل تدابير الأشرار غش كلام الأشرار كمين للدم أما فم المستقيمين فينجيهم ينقلب الأشرار فلا يكونون أما بيت الصديقين فيثبت الإنسان يحمد بحسب تعقله أما ذو القلب الملتوي فيحتقر الحقير وله عبد خير من المتمجد ويعوزه الخبز الصديق يراعي نفس بهيمته أما أحشاء الأشرار فقاسية من يفلح أرضه يشبع خبزا أما من يتبع الأباطيل فهو ناقص العقل الشرير يشتهي ما هو فخ للأثمة وأصل الصديقين يجدي في معصية الشفتين شرك الشرير أما الصديق فيخرج من الضيق الإنسان يشبع خيرا من ثمر فمه وأعمال يد الإنسان تعود عليه طريق الأحمق مستقيم في عينيه أما سامع المشورة فهو حكيم غيظ الأحمق يعرف في يومه أما الفطن فيستر الهوان الناطق بالأمانة يبد الحق والشاهد زورا يبد غشا يوجد من هزره كطعن السيف أما لسان الحكماء فشفاء شفة الصدق تثبت إلى الأبد ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين الغش في قلب الذين يخترعون الشر وللمشيرين بالسلام فرح لا تصيب الصديق أي بلية أما الأشرار فيمتلئون سوءا شفتا الكذب رجس لدى الرب أما العاملون بالأمانة فرضاه الرجل الفطن يخفي معرفته وقلوب الأغبياء تنادي بحماقتهم يد المجتهدين تسود أما الوانية فتوضع تحت الصخرة الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمة الطيبة تفرحه الصديق يهدي قريبه أما طريق الأشرار فيضلهم التهاون لا يمسك صيدا أما ثروة الإنسان الكريمة فهي والاجتهاد في سبيل البر حياة وفي طريق مسلكه لا موت من